شاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال جوية المتوقعة نتوقع انخفاض ملموس وكبير وواضح على درجات الحرارة يوم غد من الاثنين وطقس معتدل بوجه عام أثناء النهار لكنه لطيف أثناء الليل أيضا هناك كرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية صباح يوم الاثنين لفترة محدودة وأماكن محدودة قد تمتد أحيانا لبعض المناطق الوسطى مشاهدين فاصل ونواصل المهنية للاستثمارات العقل مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرارة التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت على المملكة خلال يومين الماضيين بدأت بالتراجع تدريجيا وبدأ يقترب من المملكة كتلة هوائية معتدلة الحرارة والرطوبة قادم عبر تركيا وشرق البحر المتوسط باتجاه المملكة مما يؤدي إلى انخفاض على درجات الحرارة انخفاض واضح وارتفاع على نسبة الرطوبة في الجو أيضا بشكل واضح الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة انخفاض على درجات الحرارة أيضا تظهر السحب المنخفضة هناك فرصة لكون الرطوبة مرتفعة تصل إلى 99% فرصة لتشكل بعض الضباب في بعض المناطق خاصة بعض المرتفعات الجبلية وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في ساعات الصباح الباكر والصغرة المتوقعة 18 درجة مئوية هي حول معدلها في مثل هذا الوقت من السنة أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم غpolitik الاثنين انخفاض واضح وملموس وكبير على درجات الحرارة أجواء غائمة جزئيا زي ما حكينا في فرصة لسقوط بعض الأمطار في المناطق الشمالية في فترة الصباح الباكر وأيضا قد تمتد لبعض المناطق الوسطى وانخفاض واضح وكبير على درجات الحرارة أجواء غائمة جزئيا في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى وأيضا درجات الحرارة راح تكون أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل ب6 درجات مئوية والأجواء أثناء الليل لطيفة تميل للبرودة في ساعات الصباح الباكر والصغر المتوقعة 18 درجة مئوية يوم الثلاثة والأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن تكون الأجواء لطيفة في النهار أيضا لطيفة بالليل ويوم الثلاثة العظمى بتكون بحدود 26 درجة مئوية أقل من المعدل ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية والصغر بحدود 18 درجة حول معدلها في مثل هذا الوقت من السنة لكن الحرارة تميل إلى البرودة في ساعات الصباح الباكر كذلك يوم الأربعاء أجواء مشمسة لطيفة ربيعية لطيفة في النهار وأيضا لطيفة بالليل العظمى المتوقعة 26 تأقل من معدلها بحدود 4 درجات والصغر أثناء الليل حول معدلها في مثل هذا الوقت من السنة والصغر المتوقعة 19 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغر في المناطق المختلفة من المملكة الجواء غائمة جزئيا في المناطق الشمالية خاصة في منطقة إربد هناك وغائمة جزئيا في فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في ساعات الصباح الباكر العظمى المتوقعة 28-20 عجلون أيضا في فرصة لبعض الأمطار في ساعات الصباح الباكر 27-18 جرش 29-19 مع احتمال تشغيل الضباب المفرق 27-17 إذن أجواء بشكل عام غائمة جزئيا لطيفة باستثناء بعض الأمطار المتوقعة في المناطق الشمالية المناطق الوسطى انخفاض واضح درجات حرارة أقل من المعدل أجواء لطيفة البلقاء 25-19 معدبة 24-19 عمان 24-18 الزرقاء 28-19 البحر الميت أجواء حار نسبيا 34-27 درجة مئوية المناطق الجنوبية أجواء لطيفة بشكل عام في موضم مناطق المملكة باستثناء العقبي أجواء حارة الكرك 26-18 الطفيل 25-19 الشراع 24-16 ومعان 28-18 وخليج العقبي أجواء حارة 38-26 درجة مئوية المناطق الشرقية أجواء حارة نسبيا الأزرق 32-19 الصفا 31-18 الرويشد 34-18 درجة مئوية مشاهدينا شكرا لمتابعتكم وشكرا لمتابعتكم ولكم تحية من طقس العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات الجي الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري موسيقى موسيقى موسيقى